فريدة مثلاً لما فاروق بعت ياخد بنتها الصغيرة خالص اللي كانت عايشة معاها خلاص هيطلع من مصر وهياخد البنات معاه فريدة كانت أنا مش عارفة تخيل البنت الصغيرة اللي بقية من بناتها وهي بتتاخد منها قعدت أسبوعين مش عارفة حط قلم على ورقة لأن أولاً المشهد ملوش مرجع تاريخي موثق انه كان المشهد ازاي هم كم عندها بنات كذلك؟ عندها تلات بنات تلات بنات الصغيرة هي اللي كانت عايشة معاها بعد الانفشال اه ومش عارفة تخيل هتعمل ازاي فقعدت أسبوعين بذاكر الست الانسانة دي الام بقى أم بتتاخد منها بنتها الصغيرة ويمكن ما تشوفهاش تاني فأسبوعين كل ما اجي كتبه بعيط مش عارفة عملت ايه؟ كتبت ايها ازاي؟ قلت عنها ايه في القصة؟ هي فريدة ليها صورة متصورة هي قاعدة وبنتها الصغيرة على حجرها والبنت مسكة عروسة في الاخر يعني قاعدين بالتدريج كده فاستني يعني تخيلت ان هي البنت مسكة في العروسة اخر حاجة مسكة العروسة بايد ومسكة فريدة بايد والراجل اللي فاروق باعته بيحاول يشد البنت فالعروسة بتقع ففريدة بتمسك العروسة تديها لها فبترجع ترفع لرأسها ما بتلاقيهاش فمشهد كده يعني اعادت انا دمارني نفسي فانا مش بذاكر فريدة عشان انقلها على الورق عشان انا ككاتبة عارفة تخيلها لبسها مشيتها كلامها هتتكلم بالفرنسي في اني حتت في حياتها وهي رائقة ولا وهي عصبية ولا فانا بذاكر ده عشان انا افهم فريدة فبتلي تطلع على الورق حقيقية مش بالزبط اللي كان حاصل في الواقع وصفتي مصر ازاي بعيدا عن الملك فاروق بعيدا عن فريدة بعيدا عن قصصهم الحلوة والمرة والفراء والجواز والحب ورومانسية وكل الكلام اللي اتكلمنا في ده عيني نتكلم بقى عن مصر انتي بتوصفي خمسين سنة من تاريخ مصر وصفتي مصر ازاي وصفتي مصر المنجد اني كان مش بيخلف وامراته عمرات يفع على الاولياء العطار ارتباط المصريين بانه بالوصفات الشعبية والعطارة واللي بيخفف واللي بيخسس واللي بيتخن بالوصفت مصر القرداتي اللي سم ابنه على اسم الارد بتاعه لما مات يعني مرتبط بالارد لدرجة انه لما مات وخلف ولد سم ابنه على اسم الارد وصفت الخياطة سميح وسميحة سميح وسميحة لزيز فبالتالي مصر كانت متدخلة في بعض وشكل ما ينفعش لو بصتي بعيدسة مكبرة مش هتعرفي تشوفي طبقة اجتماعية واحدة استحالة الله مهما كان بتبصي فين في الزمالك هتشوفي كله لازم العدسة هتطلع لك كذا طبقة متدخلة مع بعض كانت هي دي مصر كان فيها اليهودي وكان فيها المسيحي وكان فيها المسلم وكان كلهم عندهم نفس التقوص المجتمعية يعني في السبوع هتلاقي كلهم بيعملوا نفس ذات السبوع مشهد السبوع ده انا وصفته عشان انا عيشته عشان انا اتعمللي هذا السبوع وعشان عملته لولادي لما كانت جديدة الارحم هلسه عايش فبالتالي دي حاجات يمكن ما بقناش نشوفها تفاصيل اه تفاصيل مصرية موجودة في تراثنا وموجودة في عادتنا بس للأسف مش كل الناس بتحتفظ بيها لحد الوقت شحية جميل انا بعشق الثراء المصري بعشق التنوع الاجتماعي الموجود في مصر بعشق الكل حاجة الموجود كل حاجة الحمد لله بجد احنا عندنا كل حاجة في بلدنا بجد